نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من دلائل حكم الله عز وجل وآيات قدرته أن خلق الخلق مختلفين في صورهم وألسنتهم وألوانهم ولغاتهم وجنسهم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فالله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في صورهم وفي ألوانهم وفي ألسنتهم وفي لغاتهم وجعل الروابط بينهم تختلف باختلاف هذه الأمور هناك روابط هناك روابط قبلية وروابط أسرية وروابط علقية وروابط وطنية وروابط فكرية وروابط دينية إلا أن أقوى هذه الروابط وأحبها إلى الله عز وجل هي روابط دينية وهي التي تقضي على كل الروابط فلحمة الدين أكبر من لحمة النسب والدم فالله سبحانه وتعالى ربط بين المؤمنين بإيمانهم وجعل ذلك هي الأخوة الحقيقية إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ووجد الناس مختلفين كل الاختلاف يتصارعون على القبلية وعلى العصبية فجمع قلوبهم على الدين وجمع قلوبهم على الإسلام فكانت هذه هي الرابطة التي ربطت بينهم فبها آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بلال الحبشي وأبي عبيدة بن الجراح القرشي وآخى بها بين صهيب الرومي وبين الحارث بن الصمة الأنسار الخزرجي وآخى بها وآخى بها بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصار الخزرجي فهذه هي الرابطة الإيمانية هي المحبة الصادقة الخالصة لله عز وجل والتي تجب للمؤمن والتي تجب على المؤمن لأخيه المؤمن أن يحبه في الله فالمحبة في الله إخوة الإسلام عمل قلبي عظيم من أجل أعمال القلوب والمحبة الخالصة الصادقة قربة إلى الله عز وجل ترفع العبد مكانة عظيمة ومنزلة جليلة عند الله عز وجل رغم أن هذه المحبة وهذا العمل الجليل لا يتطلب من الإنسان كلفة ولا مشقة فهو أمل لا يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى معالجة فهو عمل قلبي يتعلق بقلب الإنسان رغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل له منزلة عزمة ورفع صاحبه إلى مقام عظيم ومنزلة شريفة فالمحبة فالمحبة لله لا تشترى بمال ولا تنال بجاح وإنما هي عمل يقوم به المؤمن تجاه أخيه المؤمن فيحبه في الله ويعينه في الله ويكون معه في الله فمن فمن منزلة هذه المحبة وعظيم شأنها أن بها يكمل إيمان العبد فإيمان العبد المؤمن يكمل بمحبته لأخيه في الله فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن عظيم منزلة المحبة في الله أن بها ينال العبد حلاوة الإيمان فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وعند الإمام أحمد والحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله فليحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن عظيم شأن منزلة المحبة في الله أن صاحبها يكون في ذل عرش الرحمن في عرصات القيامة عندما يشد الأمر على الناس عندما يشتد العمر على الخلق ويشتد الزحام وتدن الشمس إلى رؤوس الناس بقدر ميل فإن صاحب محبة في الله يكون في ذل عرش الرحمن يوم لا ذل إلا ذله فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اجتمعا على محبة الله وتفرقا على محبة الله ومن عظيم منزلة المحبة في الله عباد الله أنها هي منزلة يغبطها أو يغبط أصحابها الأنبياء والشهداء لقربهم من الله عز وجل ونور وجوههم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله عز وجل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه النسائي وأبو يعلى وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله حتى نحبهم أو لعلنا نحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وعند أبي داوود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هم قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام ولا أموال يتعاطونها وإن على وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولما سمع أعرابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هؤلاء ومنزلتهم وكان في قاسية المجلس جثا وجعل يلوي بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله سفهم لنا حلهم لنا فقال رسول الله صلى الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال هذا الأعرابي فقال هم ناس من أفناء الناس نوازئ من نوازئ القبائل لا تسل بينهم أرحام لا تسل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا فيضعوا الله يوم القيامة فيضعوا لهم الله يوم القيامة منابر فيجلسون عليها فيجعلوا على وجوههم نورا فيجعلوا وجوههم نورا وثيابهم نورا ولا يفزعون إذا فزع الناس وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن عظيم منزلة المحبة في الله عباد الله أن المؤمن إذا أحب قوما في الله ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وإن كان قليل العمل ألحقه الله سبحانه وتعالى بهم وإن كان قليل العمل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله رجل أحب قوما ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء أنت مع من أحببت قال له أنت مع من أحببت فقال أنس والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت فقال أما إني فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم فالإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب فإن أحب أناسا صالحين لإيمانهم وصلاحهم وتقواهم فإن الله سبحانه وتعالى يحشره في زمرتهم يوم القيامة وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك العشعري من حديث آئشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث أحلف عليهن ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لا سهم له كمن له سهم في الإسلام لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لا سهم له كمن له سهم في الإسلام وأصهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصيام والزكاة قال ولا يتولين الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة والثالثة من أحب قوما من أحب قوما حشر معهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ومن يطعاد خطف于 billion يعجلًا لخطف armored الله أشكل حقال اللحم وأنبي محمد والعلى الأعلى الزبرة ونحز seizure وإحسям الكيامة المسلمين كان على المسلمين اشتركوا في القناة 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 سَاَزُوا أَنَوْا أَرْشِنْ سَلَانَةً دَبَابُوا وَتَا إِنُوَا سِيْتَاشِ دَغَ تِيكِيَا أَمْ بَتِي وَسُمُتَا نِوْ قُدَا نِوْ دَزَاسُ سُوْزُونَنْ سُدَانْ آلَحة سَوَحَدُوا أَكَنْ سُوِيِّرْ أَلَّا سُوَلَى أَكَنْ تَعْ حَاكَنَ يَا تَبَتَعْ تَعْجِكِنْ سَيُّ مُسْلِم النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوى الله سبحانه وتعالى يكي أراني قبك ياما أين المتحبون بجلالي اليوم أذلهم في ذل يوم لا ذل إلا ذل إناوى أن دسكي سنجونان سوى سبوى دني سبوى دجرمان اللاتي أعيوزان ساسا إنواتاران دبابوة إنواتي هكي نعينا لكي أنه نعينا لكي نعينا لكي لكي نعينا لكي سبوى دنيا ولماذا الله سبحانه وتعالى أذل فهنا مسى وarded آن نبوة دشوه دعو زسردك أشعه زسردك أشعه يا تببتع صلى الله عليه وسلم ومصدرق نحاكم ومن خليل ومن خليل صحيح بن حبان النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الخرق فبلها لماذا waveform فقط في المغاربية والفترطة يستمرون في الخرق لانه يقدم بالتعباء ومن المغاربة لا يتوفر وليس يتوفر كان الوضع لكي يترك أدرس ويستمرون خamsك ويش يترك أدرس ويشعرون لديها ويتم يعطلون فوق ويطانيا تقول الأمر وعید في الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة